موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يتظاهر المئات لعدة ساعات فذلك شيء مألوف مألوف أيضا أن يتظاهر العشرات لعدة أيام لكن أن يتظاهر المئات لأسابيع وشهور بالانقطاع فذلك هو الخارج عن المألوف الخالق للعادة كما يقول أشقاءنا في تونس مظاهرات ساحات الثورة استمرت لأكثر من خمسين جمعة على التواري أمورها تجاوز العام مظاهرات من ناحية استمراريتها حطمت الرقم القياسي في تاريخ ريبيا مظاهرات لطالما هتف المتظاهرون فيها بالدعم تارة وبالرفض تارة أخرى هتفوا داعمين للاستقلال رافضين للوصاية والاحتلال داعمين للحرية رافضين الاستعباد داعمين للوحدة رافضين تقسيم البلاد داعمين للأمانة رافضين الفساد داعمين للإسلام رافضين للإرهاب داعمين لفبراير رافضين للإنقلاب مظاهرات أسست لمرحلة وثقافة جديدة عام على مظاهرات فجر ليبيا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الناس وللمشاركة وإبداء أرأيكم يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ولكن قبل أن نبدأ باستقبال مشاركاتكم مشاهدنا الكرام نبدأ مع أحد منظمي مظاهرات ميدان الشهداء الأستاذ عبد الفتاح ميدا سيكون معنا اليوم ضيفا أهلا وسهلا بك سيد عبد الفتاح أيها السلام عليكم أهلا وسهلا بك سيد عبد الفتاح السلام عليكم السلام عليكم بداية سيد عبد الفتاح حدثنا عن بداية المظاهرات قبل عام كيف كانت البداية أعوذ بالله من الشخصين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من رسلت ورحمة للعالمين فإنني يحييكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فعلا سنة مرت على وجودنا في الميدان وجود هؤلاء الناس الطيبون الذين يبحثون عن الحرية يبحثون عن العدالة الاجتماعية لا مأربة لهم ولا شيء لهم إلا أنهم يريدون الديمقراطية يريدون ليبيا دولة ديمقراطية مثل باقي الدول سنة مرت بشتائها وصيفها وخريفها وشمسها وحرها وهم متواجدون في الميدان كما ذكرت صويب قبل قليل فإنه من غير الذي لم يكن في ليبيا أن تستمر هذه المظاهرات لسعاد فهذه المظاهرات استمرت شهور ووصلت إلى سنة والناس صابرون ومتابرون لا لشيء إلا من أجل الحرية ومناصرة الحق نعم صويب نعم يعني بداية يعني لو تقول لي ما هي أبرز الصعوبات التي واجهت الفريق التنظيمي لهذه المظاهرات خلال هذا العام الماضي والله إلا أنت تعلم سهيب أن في الأسبوع الأول أتانا الانقلابيون من كل مكان بالرصاص وبما يسمى بالجرة وبالنبوبات الماء وهاجمونا وفي الجمعة الثانية كذلك هاجمونا وفي الجمعة الثالثة والناس ركوع لله سجود لله سبحانه وتعالى هاجموهم الناس صبرت وتابرت وجاء الأبطال وحرروا هذا الميدان من أولئك المعتدين ومن تلك الجمعة نحن مستمرين في هدوء وبهذه المناسبة فإنني أوجه الشكر لكل توارنا من شرطة عسكرية من شرطة من استخبارات من توار من جميع المحتويات وحييهم لأنهم يحرصون الميدان بعين ساهرة نعم صهيب نعم لكن حدثني عن يعني كيف الناس تشوفها هل الناس متجاوبة مع المظاهرات هل في ناس قاعدة تحضر المظاهرات هل في ناس قاعدة توقفة إلى الآن وحاسة بقيمة المظاهرات إلى هذه اللحظة والله يا صهيب أني يرى وناس موجودين في الميدان من الجمعة الأولى لم يتغيب أحد لأنهم مؤمنين بالقضية صهيب هؤلاء هم الشرفاء والشرفاء لازم أن يكونوا في ميدان الشرف موجودين في كل جمعة العدد يعني متوسط لكنه كثير لأن كل شخص وراءه الكثير من العائلات والأولاد والأبناء والحمد لله رب العالمين لكن النار الآن اخبال كبير من الناس على المصايف والأماكن الترفيهية وميدان الشهداء يعني عادة يعتبر متوسط نوعا ما يعني هل يعني تجاوب الناس معكم ما السبب في عدم تجاوب الناس معكم إلى هذه اللحظة بشكل مطلوب والله والله يا صهيب هناك طائفتان هناك طائفة تسكن في ليبيا وهناك طائفة أخرى ليبيا تسكن فيها حب الوطن من الإيمان يا صهيب هناك ناس لا يهتمون بالوطن لأن حوالي 43 سنة من الأهمال ومن الدكتاتورية أنست الناس الوطنية فأنا أقول للناس الذين يتصيفون كما قلت أنت الوطن يناديكم لماذا؟ نحن مثلكم لأن الحرية فأن نذهب إلى البحر ونذهب إلى كده ولكننا نتنازلنا عن ذلك من أجل بلادنا من أجل أن نكون في هذا الميدان نعم صهيب طيب طيب سيد عبد الفتاح يعني ثقافة التظاهر تعتبر يعني جديدة علينا الآن يعني ظهرت بعد فبراير يعني هل تراها ترسخت هذه الثقافة اليوم؟ والله الحمد لله ترسخت كثيرا والله الناس تطلع في مظاهرات أنت لعلمك حتى الطرف الآخر طلع في مظاهرات إحنا دولة حرية أطلع في مظاهرات بس ما ديرش مشاكل بدون تخريب بدون كده ونحن تعانقنا الحرية بكل تأكيد في فرصة يعني بسيطة جدا اللي بيونا بدأوا أحرار وبدأوا يتعشقون هذه الحرية لكن بالمقابل الطرف الآخر يعني شفنا ممكن مظاهرة أو اثنين أو ثلاثة مظاهرات لم يكن عام عام كامل يعني ما السبب؟ أكيد أكيد كلامك جيد جدا وسوالك جيد لأن ليس لهم هدف ليس لهم هدف ما عندهمش هدف محدد لكن نحن عندنا هدف محدد هو الحفاظ على ليبيا هو الحفاظ على الديمقراطية هو الحفاظ على الأجيال القادمة وبناء الدولة وبناء الحرية نحن عندنا هدف لكن أولئك ليس لهم هدف هدفهم مادي أو هدفهم مقصور ينحني في دقائق أو في أيام نعم صهيب نعم لكن هل ترى بأن هذه التظاهرات لها تأثير على الداخل والخارج وهل ترى أيضا لها أثر على صنع القرار بكل تأكيد الغرب ينظر إلى هذه المظاهرات بعينين صهيب اليون ينظر إلى هذه المظاهرات المظاهرات أترت سواء في الداخل أو في الخارج أو في الأقليم في الداخل أترت نحن اجتدبنا حكم المحكمة بالمظاهرات وفي الخارج أنت تنظر كم المؤتمر الوطني من احترام الآن لأن وجوده أساسي في المفاوضات وهذا سنده الميدان وسنده التوار في الجبهات لكن العالم الدولي والخارجي يعني يضع الآن يعني قوات فجر الليبي بأنها يعني قوة رهابية وما فيش لها داعم يعني على أرض الواقع أو في السحات أو في الميدين هذا كلام غير معقول كما قال فضلت الشيخ الشيخ الصادق الغرياني قال العالم يتغير بين لحظة ولحظة صعيب العالم يتغير بين يوم ونويم يتغير لما يرى الناس موجودين في الميدين ويطالبون بالحرية ويطالبون بكذا أكيد ضغط شديد على العالم وعلى المجتمع الدولي هذا بكل تأكيد طيب سؤال أخير ممكن نختبه معك سيد عبد الفتاح يعني بعد مرور عام على مظاهرات نعم فجر ليبيا ماذا تحب أن تقول للداخل والخارج نحن نقول لهم مطلبنا الحرية وسنبقى في الميدان إلى أن تنال ليبيا استقلالها وحريتها وإلى أن تنام العدالة في ليبيا طيب شكرا جزيلا لك سيد عبد الفتاح كنت أحد منظمي مظاهرات ميدان الشهداء كنت معنا عبر الهواء مباشرة من ميدان الشهداء شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام نفتح الآن المجال للمشاركة وإبداء رأيكم نتكلم اليوم على مرور عام كامل على مظاهرات فجر ليبيا نستقبل مكالماتكم ونبدأ باستقبال أول اتصال السلام عليكم السلام عليكم سيدة أسامة سيدة أسامة أهلا وسلمك سيدة أسامة سيدة أسامة يعني كان آن معنا اللي استدعى في الفتاح من خل بيدان الشهداء يعني بك تقول لي شن رأيك في مظاهرات بصفة عامة في ليبيا ما هو التظاهر هذا طبعا عفوي يعني خروجنا كان عفوي جدا يعني تخصيح المساري لما تشوف شي خطأ الناس تظاهر ضد النشياء هذه الخطأ هذا اللي صير انحراف التورة وصرخة التورة والمضي بها من سيار معين فطلعت شباب طلعها عفوية وما كانتش في حركة الحمد لله يعني الآن سنة كاملة والعالم يعني يشاهد في هذه التظاهرات وفي أفضل وقت يعني كان لها تأثير كبير جدا على اللشة بالليبي يعني طيب يعني هل شوف ان تقافة المجتمع الليبي الآن يشوف ان التظاهر او المظاهرات سبب من اسباب يعني ابداء الرأي او ايصار المعلومة لصناع القرار من طرف واحد نعم لكن الطرف الاخر رأي نقولك يعني احنا المصطرح نسمو فيهم طوار القمات كانوا فوضويين لما بيديروا رأي معين يحربوا القمات ويطلعوا مجمعها ويكسروا الشوارع ويجمعوا كل شيء فيخلقوا فوضى في البلاد وياخدوا بها نجاز سياسي معين مثل لا للتنديد يعني كان خروض فوضوي حقيقة طيب يعني هل شاركت نعم 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 بعكس المظاهرات الآن المظاهرات يعني هفوية طلعت ومنظمة ما فيهاش اي خلل امني ما فيهاش اي اعتداء على اي جهة من مصالح الدولة ولو حتى سيارة قوليس لهم كسروا ما تباروا كسروا الدنيا ما تركوا شيء إلا ما كسروا بشارة نجاز سياسي والناس الآن تضاهر السنة كاملة في المية والمزار العالم الغربي يتجع في الطرف الآخر ليعطائهم نصر سياسي بسيط لهم يعاني لهم مش هيكون لهم اي نصر سياسي نهائي في ليبيا طيب سيد اسامة سؤال نختم به معاك يعني هل انت شاركت من قبل في مظاهرات في اي مظاهرات يعني او الان يعني والله انا نقول لك من العز السياسي شاركنا فيه وكان منظم ونيمجل ستة شهور حقيقة وانززنا يعني العالم كله شاهدة وليكنت يعني شاهد عيان احد المظاهرات قدام المعتبر الوطني وقفة لنا السافير المأمريكي اه الذي قتل في بنغازي وطلب شخصيا طلب لو انهم مستلموش لنكم رسالة ان احنا ندعموكم في الاحمر هذا طيب وكان يعني سلمي جدا 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 يعني لم يشاركي اي اي تحفظ على هذا الحركة طيب شكرا جزيلا لك استاذ اسامة كنت معنا مشاهدين الكلام لازلنا نستقبل مكالماتكم عبر الارقام الظاهرة اسفل الشاشة معنا الان مكالمة اخرى الصديق السلام عليكم سيد صديق السلام عليكم سيد صديق تسمع فيها سيد صديق يبدو ان قطع الاتصال ارجو ان تعيد صديق تسمع فيها صديق السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله يبدو ان ان قطع الاتصال ارجو ان تعيد الاتصال الصديق تسمع فيها الصديق نسمع فيك نسمع فيك السلام عليكم تسمع فيها سيد صديق تسمع فيها نسمع فيك نعم صديق صديق بداية ابدو معاك هل تشوف ان ثقافة التظاهر تمارس بشكل حضاري الان في ليبيا نعم هل ترى بان ثقافة التظاهر او ان شخص يطلع مظاهرة لمطالبة بشي معينة بحقوق او شي يعني تمارس الان بشكل حضاري في ليبيا عاود 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 قتلك 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 يعني ثقافة التظاهر هل هي الان تمارس في ليبيا بشكل حضاري وصحيح نعم نعم بقيت نعم قلتك هي نعم لكن قليل من التنبيل بشكل حضاري الحمد لله بداية من اخذ الادم من الاجهات المختص من الظاهر وعيز وفي الكلمات وفي الكلمات التي تطالف يصل للحكام والله نعم بشكل حضاري الحمد لله يحب الى حسن طيب لكن سيد صديق يعني سيد حضاري لحد النا يعني سيد صديق لكن نشوفه يعني في مظاهرات تصل الى التعدي على بعض الجهات الدولة او تعدى على بعض الاشخاص او شي هل هذا شي حضاري يعني في نظرك سيد صديق يبدو ان قطع الاتصال معناه الاتصال اخر سيد محمد السلام عليكم سيد محمد سيد محمد اسمعني لو سمحت من سمات التليفون السلام عليكم سيد محمد سيد محمد اليوم نتكلم عن مظاهرات ميدان الشهداء والمظاهرات بسفة عامة في ليبيا يعني الان هل ترى بان الرسائل التي تريد المظاهرات ارسالها نجحت في صالها فعلا تسمع فيها محمد تسمع فيها كويس كويس يعني نحن نشوف ان في مظاهرات في ليبيا من بعد 17 فبراير الى الان قاعد في مظاهرات هل تشوف ان مظاهرات توصل في الرسالة المفروض توصلها المظاهرات يقول يوم الحاج كلها زائدات نعم محمد شكرا ناخد اتصال اخر مشاهدين الكرام نعم معنا رضا سيد رضا سيد رضا تسمع فيها رب عليكم سيد رضا بداية ما رأيك في مظاهرات ميدان الشهداء الان الحمد لله الصلاة والسلام الله يبرك فيكم ان شاء الله لقوة لب الله سبع الشباب ماشيين فيها والحمد لله رب العالمين والله على حسب ما نعرفه وحتى ما خرجنا الا لتحكيه من شاء الله والمنادة من شاء الله وما كان هذا في ليبيا الا لهذا تفضل طيب طيب سيد رضا هل تشوف ان تقافة التظاهر في ليبيا تمارس بشكل صحيح وحضاري الى الان والله حسب زي ما قال زي كان المتصل اللي قبلي اللي ما اتكلم بخصوص ان مظاهرات يعني شوفنا مظاهرات تجليبية في ميدان شهداء وفي ميدان شهداء منطراتها من شاء الله وكانت كانوا فعلا مظاهرات منظمة وسلمية بس لك زي ما قال لما شوفنا ليقبلها ولما كانت انتعلان التمديد ولا انتعلان مش عارف اللي تلعب السياقات وان كانت خربوا الدنيا زي ما قال لك ثوار القمات هذا خربوا الدنيا لخلوا مؤتمر لخلوا وزارات لخلوا حصر وزارات وكثر وزارات زي ما شوفنا وزارة الداخلية في طريق المطار لما خشوا لها القعقاع تقريبا القعقاع أو السواق مش بتأكد منهم هم واحد منهم يعني خشوا للتخريب السيارات اللي قدروا يخمبوهم ولي ما قدروش ولا ما فيهم النار ثم كانوا بش لستخريد يخدوهم هم لا خلوا من يستخريد بيهم طيب طيب عندي ملاحظة عقصا عندي ملاحظة عن موضوع عذاك لكن كنت أحد المتابعين لي وما خشوا خشوا قبل رضا يبدو أن قطع الاتصال أرجو أن تعد الاتصال بنا لاحقا سيد رضا يبدو أن هناك الاتصال آخر السلام عليكم سيد إبراهيم سيد إبراهيم أين عمر سيد إبراهيم يعني في النظام في النظام السابق نظام نظام المخبور السابق يعني كان يعني التظاهر والتعبير عن رأيي جريمة كان لكن اليوم رينا متاح حتى لأنصار النظام السابق يعني ما رأيك في هذا أول حال السلام عليكم يا أستاذ أنا سلام بك الحال كان طيبين بارك الله فيك أنا بالله نبلي دويلك بالناحية الشرعية على المضاعرات طيب عبارك طيب نسمع فيها نسمع فيها كويس المضاعرات يعني في الشرع وفي الدين ما بيش هاي اسمع مضاعرات يعني المضاعرات يجنم الغرب يجنم الكفار طيب لكن سيد إبراهيم رسول صلى الله عليه وسلم أول مضاهرة خرجت في عهد الرسول كانت مضاهرة نسائية خرجت فيها سبعين امرأة حول الكعبة يعني تنادي بالمعاملة اللي كانت يتلقوا فهم من رجالتهم يعني في ذاك الوقت يعني أول مضاهرة كانت في عهد الرسول سبعين امرأة إنعم 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 معاك يا أبتادي لك دوب الله عليك يعني خلينا نحكو بنطقوا بكل صدق يعني المضاهرات اللي عليك هل سببت مصلحة لليبيا أم سببت مفسدة انت أنظر لي طيب يعني يعني نكمل فيه يعني من باب الشرع طيب طيب يعني انت بينك بين الله سبحانه وتعالى سوى تشوفها سببت مصلحة لليبيا أم سببت نفسدة لكن في الشرع الآن قلت لك يعني كانت هناك أول مظاهرة في الإسلام كانت بسبعين مرأة خرجت يعني في عهد وكان هذا في نجالب الشرعي فيه متظاهر وتعبير عن الرأي يا أخي الكريم يعني من هذا من ناحية الشرع لكن خلينا خلينا من الشرع الآن يعني الآن تشوف إن المظاهرات هذه لا تأثير على الداخل والخارج أو إنها متوصدش في رسائل والله أنا اللي نشوف فيه يعني إيكي أنا يعني المظاهرات هذه يعني سببا مفسد أكثر من سبب المصلحة يعني نحن يتقول يعني مفروض أنه أنت وحد مع بعضنا وفي قاعد كلمتنا وحدة لكن هذا في جهة وهذا في جهة وهذا يطلع مظاهرة أي سيادة وهذا يطلع مظاهرة أي سيادة وبعد أن نصل لسفق الدماء أنت هل سعلا بما سفق الدماء سفق الدماء اللي في دينيا طيب سيد إبراهيم الآن أنت تقول بأنك لست مع التظاهر لإبداء الرأي والتعبير صحيح؟ الله يختاري وصلت الفكرة وصلت الفكرة سيد إبراهيم شكرا جزيلا كنت معنا مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل من بعد نواصل بإذن الله استجابة مننا لطلبات قطاعات مقدرة من متابعين ورغبة مننا في الوصول إلى جميع مشاهدنا في ربوع الوطن العربي نبشرك بانطلاق إشارتنا على الأقمار التالية وكذلك نغشرك بانطلاق إشارتنا على الأثير مئة واثنين فاصل واحد اف ام انا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامج صوت الناس اليوم نطرح موضوع يمس كل الناس اليوم نتكلم عن قضية التظاهر والمظاهرات بصفة عامة نتكلم على هذا الموضوع لأنه يرى الكثير من الناس بأنه هو يعني الرأي الأول والتعبير الذي يستطيع أن يعبر به الإنسان عن رأيه بكل رياحية أن يخرج إلى الشارع ليظهر للناس بأنه منزعج شيء معين أو يطالب بحقوق معينة يعني قبل نظام السابق أو نظام المقبور كان التظاهر أو كان التعبير عن الرأي بأي شكل كان يعني كان عن التواصل الاجتماعي أو على في الشارع أو حتى على تليفون كانت مراقبة يعني هذا الشيء كان كبت للحريات وكان اضطهاد وكان استبداد الآن بعد ثورة 17 فبراير أتت هذه الثورة لتكفل حقوق كل الناس في هذا الوقت والتظاهر السلمي الآن معنا من معي اتصال تعني صوتك بس شوية لو سمحت أنا وسلم بك أخي الكريم أنا وسلم بك أخي الكريم يعني بداية أخي الكريم بداية أخي الكريم يعني تشوف الآن ظاهر تظاهر السلمي في كل مكان يعني كانت أي شخص يعني يعبر عن رأي يخرج للتظاهر هل تشوفان أي طريقة مناسبة لإصال الرأي إلى الشارع وإلى أصحاب القرار السلام عليكم وبركاته السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربي لمحبب وعلى آله الله صلي وسلم عليك الله صلي وسلم عليك نعم ليس المظاهرات فالنظاهرات فشاكل أكثر من الإصلاح نرى إن المظاهرات يعني مدى يعني خارج من الكفار ونسأل من المسلمين والآن آله لن ينص على حرمة المظاهرات ونخرج في الساحات اختلاف في الساحات بالرشاة طيب طيب نترك نترك مسألة مسألة الحرام والحلال نتركه للمشايخ والعلماء لكن الآن دعني دعني في جانب المقابل يعني المظاهرة هل تصل في رسالة اللي تبي توصلها دائما نحن 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 نسكنين وضبطنا شرع وضبطنا يعني كان ما خبرنا بالموضوع ولي ما مشايش الاهدو العلم يعني الشيخ طلباز رسيمين بالبال المشايخ والطار لأذن جووز المظاهرات بل إنه مظاهرات فحارب يا راجل لكن كان في مظاهرات كان في عهد الرسول أخي الكريم يعني يعني الآن نترك الحرام مسألة الحرام والحرام لتركه المشايخ والعلماء لكن الآن حتى حتى لا نصبح في جدال نحن من أهدو العلم كبير كده ماذا ما فيش كده يا راجل نحن عرض لمن تضغ الشرع الله طيب طيب أخي كريم نقولهم نحن خرجت عشان الظلم وش ماذا شكرا ماذا ضروري عبد الله أنك تضغ الشرع مظاهرات قالوا هذا حرام فألة حرام من جبل الفسعد وخراج تكسير أخي الكريم هناك يعني بعض العلماء المعتبرون يرون بجواز يعني خروج مظاهرات يعني يا راجل نقول لك يا جاء أهل العلماء اللي يرون بالمظاهرات صحيح نترك هذا الأمر نترك هذا الأمر للعلماء وأهل العلم يعني الآن أريد يعني الأمر ليس لي وليس لك يعني الآن الآن دعني في صلب الحلقة الآن ترى بأن التظاهر السلمي هل يصل في الرسالة التي يصلها أولا يا راجل الكلام لأهل الرأي وأهل العقل هم يحلوا يرفضوا ناس المظاهرات يطلح فيها يعني يعني هيسة الناس مختلطة بين 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 العقل وبين السحيين وبين بالمجرم فعمد يعني كما أنا بدي يظاهر يطلع لك يطلع لك أكثر من واحد فعمد أنا بدي عندي شعبية يطلع لي يعني كما قلت الجمهور الأكثر لي فعمد طيب طيب الآن نبيني جواب بكلمة واحدة أنت الآن ترى بأن التظاهر السلمي لا يوصل الرسالة التي يريد أن يصالها صح صحيح طيب وصلت فكرة أخي كريم شكرا جزيلا لك أخي كريم معنا الآن اتصال آخر سيد بشير السلام عليكم سيد بشير سيد بشير بداية بداية نبدأ معك هل شاركت أنت في مظاهرة من قبل نعم شاركت في مظاهرات إن شاء الله مظاهرات طيب هل ترى أن هذه المظاهرة أو التظاهرة توصل في رسالة أو قدرت تأخذ حقك أو توصل رسالتك في هذه المظاهرات والله أنا نحن نحاول كل المحاولات ونسأل الله أن يوفقنا أنا وصل على الأقل الناس اللي راضنا على عدة حاجات يعني واللي صاير في ليبيا نحاول نوقفهم والتوفيق جعل الله سبحانه وتعالى طيب لكن نحن نشوفه في نظام السابق كان إذا كانت مظاهرة أو حد العبر على رأيها تعتبر جريمة لكن الآن نشوفه حتى في الآن صار النظام السابق قاعدين يظهروا ويطلعوا يعني شكرا في أمر هذا والله يا أخي العزيز نحن نقولنا نحن بلد الآن بلد الحريات وبلد المظاهرات اللي تعبر عن المقصود ونحن صراحة ما ننبوش نكونوا كالماضي لكن نحن شفنا طبع عدة مظاهرات أنهم هم طالعين يناصروا في النظام السابق ويفقوا في الإنشعارات الظلم والاستبداد يعني نحن نسألهم بس يعني هل هم ما زرأوا ما زرأوا من من النظام السابق وهل كانوا هم أصلا يعبروا عن شؤورهم في النظام السابق اللي كانوا هم يشعروا به أم لا الآن الآن هم يتسلموا بغرية ويفقوا بكل مصلاحية ولكن بعض الناس صراحة لا يشكر المعروف طيب سؤال أخير نختم به معاك يعني بما أنك أنت شاركت في العديد من المظاهرات يعني هل من نصائح أو ملاحظات تريد أن توجهها لمن يريد التظاهر في ليبيا والله كثير عنه لعد الآن مزاح كفر واحد من المظاهر مزاح حتى في الطريق وأننا نسأل سيد بشير يبدو أنه خطر اتصال أرجو أن تعيد الاتصال بنا لاحقا سيد بشير حتى نكمل الفكرة معنا الآن اتصال آخر سيد علي سلام عليكم علي 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 تسمع فيها علي يبدو تسمع فيها سيد علي سلام عليكم أنا أستلم بك سيد علي يا أخوي صاير نفس جدا في الزبط أنت نفس الزبط طالما تنفس عمت طيب معنا الآن اتصال آخر يبدو أنه يسمع لك اتصال مشاهدين يا كرام مذكر بما أراد التواصل معنا يمكننا اتصال بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أيضا مشاهدين يا كرام اليوم نتكلم عن التظاهر التي نراها الآن أصبح بشكل كبير جدا بعد ثورة 17 فبراير المطالبة بالحقوق وأيضا إصار رسائل إلى الداخل وإلى خارج عبر هذه الطريقة وهي طريقة التظاهر والمظاهرة السلمية معنا الآن اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سيد الكريم شحايا استاذ بارك الله فيك سيد الكريم بداية ما رأيك في المظاهرات التي خرجت في 17 فبراير إلى الآن هل هي تصل في الرسالة المرجوة منها أم لا نريد أن تتكلم عنه بخصوص المكانتين اللي قبلك عمالي قال أن المضاعرات الشرعية وبغض النظر أن هنا فيه علامة عصنا يتكلم في الموضوع هذا المفروض هو موضوع خياسي مثل مثل الانتخابات هم ياخدوا فتوى المستوردة يا أخي بنقول الفتوى اللي جبتها من الدولة اللي مستورد منها الفتوى أنت مفتيهم في 2003 أفتى لأهل العراق بدخول الانتخابات خوفا من أن الشيعة يكتصف الانتخابات فغالولهم حرفيا ودخلوا الانتخابات كي لا ياخدها بمعنى هو باش ما يخدهاش للشيعة يعني هذه لو بيقصها بالمخياس نفس الشيعة حتى نيطلعنا المظاهرات لإعلاء كلمة الله يعني معقولة تقولي مظاهرة غير شرعية لتطلع لإعلاء كلمة الله طيب لكن هذه وجهة نظرة لكن الآن خلينا نتركوا الأمر الحلال والحلام لا موضوع عافق وليم عافق يا أخوي الحلال الحار للشيوخ لكن وجهة النظر يتخلوها للشيوخ يتخلوها نتكلموا على التعني زي ما قلت لك هذا موضوع نسبي الرسول ما قال أشركي صراحة أنه لا للمظاهرات وهذا عبارة عن موضوع قياس للعلماء فيعني نحن عندنا علماء جلاف في الإسلام عمنا علماء قفتوا بجواز المضاهرات والانتخابات وفي علماء جلاف وعدم الجوال وهذا موضوع خلافي بين العلماء طيب يعني موضوع اجتهادي طيب بوجهة نظر أخي الكريم شكرا جزيلا لك كنت معنا مع الآن انتصال آخر سيد عبد الحكيم عبد الحكيم تسمع فيها سلام عليك أنا وسلام بك سيد عبد الحكيم نهارك طيب يقول سعيد ربي يأخذك إن شاء الله أنا وسلام بك سيد عبد الحكيم بداية هل شراكت في مظاهرات من قبل أم لا والله يا أخينا هاي القناة الطيبة قناة التناسح نسمع فيها ولكن الإنسان يبدأ مغلب هذه مشكلة كبيرة يا أخي سعيد الإنسان يعرش لحق البطل حمي الحق معه في تظاهر السلية الطيبة في ميدان شهدانا رجال والناس الطيبة الخير وشيوخنا وشيدينا وغيزنا وحرائرنا وطفالنا على سماعية الإنسان هذه وصلت صورة من أجل الحق من إنخة البطل حينما تبطعنا تقول التابطاش بالرأي بتقول الناس إن أمه يبدو ينشو بالفعل إنخة طيبة ومعتقول التابطاش بالرأي وإن نخذه للشهدان بتاعنا ولكن يا أخي سعيد سبحان الله جاعدوا كالرفانة مئة مرة الإنسان يضرش نفسها هذا المضللي اللي يميغل الإنسان حتى القرآن اللي يميغل القرآن وإن هو إذا كان شي مقلوب به عادي ما عندناس أي مشكلة يعني الإنسان في الوقوف يتفاهم مع بعض ولكن يجيلي حساكم وحسي الثانيين وخلدة وخضرة ويقول لك والله بسحرشوني والله دي رب يضعني المشكلة سيد عبد الحكيم لكن لكن هذي حرية التعبير أخي الكريم يعني الآن هو يببى النظام السابق يعني يبدوش نمشوا بالحواطف الإنسان يبدي إيش كمين ويبدي الخير الطيب يبدي صويب الناس سنين إن الإنسان يتبعد ع الضلالة أنت تتبعد ع الضلالة ويجيلي حرارة طابلس يحاول رقوع الناس ويجيلي مضللين يا راضي اللي من من قبل طبع المحبسة اللي يتوقع ديني التلمول عساس النعمة معنا نستورة وكدا أنت كنت تحضر أنت كنت قدير تحت بيه طبع المحبسة وبتاع الأسلحة ويقول لهم إبو أمن و أمان لأمن و أمان إن دي تركان قلبك ممكن برحمة الله والناس ومتصوف ليداتك معناها بتحويش صيب وعني لكن هذا يجبني في العمي طبعو عائد في ناس يا أخياني أخياني سيدي عبد الحكيم سيدي عبد الحكيم سيدي عبد الحكيم سيدي عبد الحكيم خلينا مش نكون يعني الآن أنت تقول بأن تطلع مظاهرة إذا كنت مثلا في طرف ما وإذا كنت مضاد للطرف هذا فما تطلعش مظاهرة يعني يعني أنت الآن تقول بأن إحنا إذا كنت في طرف الثورة تطلع مظاهرة وإذا كنت ضد الثورة ما تطلعش مظاهرة يعني ملكش الحق من أنت ما هو فيه لا فيه ناس ما تقول السبعة تطلعش بايور لكن عندهم بجم تقول إن أما زو النووي دم لكن معها فرصة الشدة تيقاب الفعل آه الطرابل سمتطلع فول ذكرها اللي يتوى هي الرابعة أربعة طرواة ذكر السبعة سبعة السبعة المنائة طيبة وخيرة في المدينة الطرابل في النهائي خير حتول السبعة سبعة سيد عبد الحكيم سيد عبد الحكيم أنا سؤال سيد بسؤالي بنختبه معاك هل ترى بأن المنتظاهر السلمي يوصل رسالة إلى الداخل والخارج أم لا باختصار توفل توفل لو عملية توفل عملية مدي منك أنت يا أخي السعيد إن قناة طيبة الحمد لله والذي تعال الله ناس طيبة وفي قاوات طيبة لداخل ليبيا فتوحد مع بعض وتعطي صورة قوية لأن حتى العلام هما حاربوا بالعلام مثل الشي على الأرض اللي نقول حتى العراجة إن هو 70% للعلام المتاح المضلط علاج بطيك الوقوف إلا تبدأ التعريق للهقول فقط المجرمين ومارك الله فيك وربي ينفرها وينفر المجرمين خيديهم والله أكبر الحمد خيص شكرا عبد الحكيم كنت معنا مشاهدين الكرام لازلنا للمكالماتكم عبر رقام الظاهرة أسفل الشاشة وذكر ببعض الأراء التي وصلتنا عبر المشاهدين وعبر اتصالاتكم على برنامج صوت الناس يعني كان بعض المشاركين من وقف في صف أن التظاهر هو ظاهرة سلمية وحضرية بحيث لصال الرأي وأيضا لأخذ الحقوق من هم نرأى بأن التظاهر السلمي هو مسألة شرعية بحثة وأن مسألة يعني فاخ خلاف بين العلماء ومن من أجاز ومن من حرم فمن من رأى بتحريم هذه التظاهر وأنه أثر فساد أثر فساده أكثر من المصلحة وأيضا بعض المشاركين قالوا بأن التظاهر هذا هذا يوصل حال البلادي لها دي اللحظة وما فيش منها اي فايدة هذا بعض الاراء وايضا بعض ما قال بان التظاهر بيوصل رسالة قوية الى الداخل والخارج بصفة عامة مشاهدين الكرام لازلنا نستقبل لمكالماتكم عبر رقامة ظاهرة سفر الشاشة ومعين مكالمة من معين محمد السلام عليكم سيد محمد سيد محمد ايوه مرحبتين انا وسلم بك سيد محمد سيد محمد يعني انا تشوف بعد 17 فبراير مظاهرات اي شخص يبيطالب بحقه او يطالب بشي معين يخرج مظاهرة وينضم مظاهرة هل ترى بانها الطريقة السليمة والحضرية لاخذ الحقوق وارسال الرسائل يود شا من نقول لك خلينا من قصة من 17 فبراير والتسعة الستين مستمبر خلينا في ميصر فيليد يحنا يتوى في محدة في السرط النظاهر اللي يصير من خرج الدول التانيات من افريطيا ومن جزائر ومن كل تركينا جايين يدبحوا بالناس هنا خلينا من اللي يارفع الرايات الخضر ولا يارفع الرايات الفبراير ولا يارفع اي ما يجبهم ياخي لكن انت مخلي هذا السفحين اللي يدبحوا عليه لنا مفيش اي متكلم اي حد واي خرج حد وجيه وقف هذه المهزرة النساء يموتوا والطفاهم يموتوا وانت قاعد لك موضوع مستمبر لكن اليوم اخي الكريم سيد محمد نتكلموا عن التضاهم بسفة عامة نحن اليوم نشوفوا ان المظاهرات بدت لها تأثير كبير جدا في الواقع الحالي السياسي والاجتماعي والامني بسفة عامة تبايا كيف تبني نبت ظراني في سرط هنا هو صحيح صحيح الان الوضع في سرط الان والوضع الامني ولدينا برامج اخرى في قناة التناصح تتحدث عن عن اوضاع في سرط وما يحدث في سرط لكن اذا اردت ان توصر رسالة وانت من اهل سرط اذا اردت ان توصر رسالة فلك المساحة عبر برامج صوت الناس شنو الرسالة اكثر ما نكتب معش نكتب الرسالة ان العالم كلها تتصرت وشافه ومهرر بهم ان الدور الخارجية الغربية انا متبتفزعها انا بشيطات دور الخارجية من اللول مشكلتها فيه من حاجة وحدة القداثة وولادها وخطراتها فلا تهمها الليبيين ما يصر فيهم وما لا يصر لكن نقطة واحدة ارجو من الليبيين انهم يتموا يصلوا ويصفوا يد واحدة ويقفوا هذه المظهر التي توصل والسلام عليكم طيب شكرا جزيلك محمد كنت معنا من سرط مشاهدين الكرام يبدو اننا وصلنا الى هاية حلقة برنامج صوت الناس اليوم حاولنا ان نصل على مظاهرات في ميدان الشهداء وايضا عن التظاهر السلمي بصفة عامة وتكلمنا عن هذا الموضوع لم يتبقى لي الا ان اشكر كل من تصل بنا اليوم وشارك برائه وايضا شكرا مصور لكم انتم مشاهدين الكرام والى فريق العمل نلتقي باذنه تعالى في الخمس القادم في حلقة جديدة بموضوع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة